بعد أيام قليلة تبدأ محاكمات رموز النظام السابق بتهم تتعلق بتدبير انقلاب تسعة وثمانين وإعدام ثمانية وعشرين ضابطاً في القوات المسلحة عام ألف وتسعمائة وتسعين تهم إما بررها النظام السابق لأسباب معينة أو أنكرها لكنها ستكون حاضرة هذه المرة في قاعة المحكمة بأفلام العربية الوثائقية الأسرار الكبرى من الضرورة بمكان أن تطلب هذه التسجيلات والاستفادة منها أمام التعقيق في النيابة العمومية ولكن لا بد أن تكون مطلوبة رسمياً من الجهة التي تولت تسجيل هذه التسجيلات اعترافات اعتبرها محامون أنها لم تصدر من أصحاب الشأن من قبل الأمر الذي جعلها ضمن البينات القوية في إثبات تهم بعينها هذه الفيديوهات كما واضح للجميع هي أوضحت كثير من الجرائم أوضحت كثير من السلوكيات يمكن أن تكشف الكثير من الجرائم المسكوط عنها يمكن أن تؤسس إلى بينات تستطيع المحاكم أن تدين بها عديد وكثير من الأشخاص الذين كانوا يديرون النظام السابق خلال الثلاثين عاماً الماضي بعيداً عن البينات القانونية شكلت التسجيلات إدانة سياسية كبرى لرموز النظام السابق إذ اختلفت أقوالهم من العلن وأمام الشارع وداخل الغرف المغلقة مثل هذه التسجيلات التي خرجت للناس عبر غناة العربية والحدث حقيقة انشكلت صدمة كبيرة جداً جداً يعني لأول مرة يكتشف بأن الحكومة التي كانت أو هذه الحركة التي كانت تحكم السودان هم عبارة عن مجموعة مستهدرين بغيام الشعب السوداني استخدام تسجيلات الفيديو ليس جديداً داخل أروقة المحاكم السودانية لكنه يشكل علامة فارقة هذه المرة باعتبارها أبرز الاتهامات الموجهة لمسؤولين كانوا على سدة الحكم نحو ثلاثين عاماً لنا يعقوب الحدث الخرطوم